موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم نفسي الخاطئة بتفوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذلكم وأحذن نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخنق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمن اللهم آمن إخواني وإخواتي ما الحكاية أرض وسماوات ليل ونهار أزواج ذكور وإناث منام ويقظة ألسنة وألوان دنيا وآخرة أو عمارة وقيامة عمارة لهذا العالم وقيامة له بدء وإعادة خوف وطمع إلى آخر هذا السياق الجليل فما الحكاية الحكاية أن الكلمة المفتاح أن الكلمة المفتاح لهذا السياق الكريم الجليل هي الاختلاف والتنوع كآية بل كآيات دالات على الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات 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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض آيات هذا الحشد المترامي المتآزر من الدلائل الآيوية والدلائل الآيوية أيها الإخوة والأخوات على الله تبارك وتعالى تعمل في اتجاهين في اتجاه التدليل على الوجود الحق لا إله إلا هو لكن أيضاً في اتجاه التدليل على صفات هذا الحق لا إله إلا هو هذه الصفات التي تنتزع وتستل ويستدل عليها بالتأمل وغلغلت النظر وإمعانه في موضوع الآية من آياته كذا وكذا كذا وكذا فهذا يدل على الصفة الكذائية من أوصافه لا إله إلا هو هذه طريقة القرآن في الاستدلاد طريقة عجيبة ومحكمة وقوية ومتينة وماضية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذه الدلائل الآيوية التي كلمتها المفتاح عنوانها الاختلاف والتنوع والتباين والتعدد تدل إخواني وأخواتي على أن الله تبارك وتعالى تجلى ويتجلى وقضى بأن يتجلى لعباده عبر ماذا؟ عبر وحدته في ذاته وأسمائه وصفاته وعبر تعدد مخلوقاته الوحدة فقط له هو لا توحيد إلا لله فقط مش في باب الإلوهية أو الألوها أنه لا إله إلا الله فقط لا لا في كل شيء هو الواحد فقط ولذلك ليس لدينا نبي واحد فالأنبياء سلسلة إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي سلسلة لا نبي واحدا لا نبي واحدا ما في زعيم واحد وفي زعيم الأوحد وثنية وثنية سياسية ما في مفكر واحد أو أوحد هو ثنية فكرية وفلسفية ما في عالم ما في صالح ما في قائد ما في زعيم ما في ملهم ما في شيء واحد كله متعدد ومختلف ومتباين وكثير جدا في تعدده واختلافه وتبايناته الواحدية والأحدية لصاحب هذا الجلال لا إله إلا هو كل من أخطأ أيها الإخوة هذا المعنى تنظيرا وتطبيقا وممارسا وقع في باب من أبواب الوثنية فالمتعصبون المتحمسون وربما عن حسنية الذين يريدون أن ينمطوا العالم فيصبقوه بصبغة واحدة يلونوه بلون واحد يدينوه بدين واحد الإسلام مثلا وثنيون هؤلاء ليسوا أقرب إلى الله ولا أكثر تعبدا ولا أكثر معرفة بالله على العكس تماما إنهم بعداء من معرفة الله إنهم بعداء من معرفة الله أبعد ما يكونون عن أن يعرفوا الله حقا هؤلاء وهم يحاولون أن يرغموا العالم أن يصبوه في قالب التوحيد لله يمارسون الوثنية مفارقة قرآنية عجيبة إن صح هذا الفهم وهذا الاستنباط من كتاب الله فهذا عجيب جدا وهو صحيح بلا ريب لأن هذا الكتاب هو الذي أخبر وقرر وأكد بأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لنختلف ولذلك خلقهم وقال لأن أحدا من هؤلاء التنميطيين التوحيديين الوثنيين هذا توحيد وثنية وليس توحيد إلهية لأن أحدا من هؤلاء قد يخطر على بال منه فيقول نعم هو لذلك خلقهم ولكن نحن غير ملزمين بأن نسير مع الإرادة التكوينية للرب لا إله إله هذه إرادة تكوينية نحن نريد أن ننمط العالم وأن ندينه بدين واحد ونعبده لله بمعتقد واحد متابعة لما نفهم من الشرع والإرادة التشريعية رد الله عليهم وأكذبهم وخطأهم بقوله ولا يزالون مختلفين ستفشل الله يقول لك إنك تحاول المستحيل إنك تعاندني أنا خلقت هذا وأريد استبقاءه وأريد استبقاءه التأمل في الفطرة البشرية التأمل في الأحوال البشرية في الشأن الإنساني التأمل فيه كفرد فيك فيها كل مننا فليتأمل في نفسه يدرك أيها الإخوة يدرك أن هذا التقرير الإلهي لهذه السنة الكونية ومجارات التشريعي للكوني فيه يتوائم تماماً ويتسق ويلتأم بالفطرة الإنسانية كما قلت لكم غير مرة أحبابي إخواني وأخواتي الإنسان يختلف حتى مع نفسه الإنسان من فترة إلى فترة من زمن إلى زمن طبعاً هذا الإنسان الحي لا أتحدث عن الأموات وأكثر الناس أموات لا يتطورون لا يتغيرون قطع حجارة يتعلم كلمات وهو صغير ويبقى عليها إلى أن يلقى الله هذا ميت لا نتحدث عن موتة نتحدث عن الأحياء البشر الأحياء الذين كما تنمو جسومهم وكما تستدعي هذه الجسوم أغذية متصلة ومتنوعة فيتامينات وكربوهايدرات وبروتينات وغيره وغيره أيضاً تنمو عقولهم ونفوسهم وأرواحهم وتستدعي أغذية مختلفة ألواناً من الثقافة والمعرفة العلمية والأدبية والفلسفية أيها الإخوة لأنهم بشر لأنهم بشر وهذا مختضى الروح مختضى البشرية أن يلون الإنسان وأن يعدد أغذيته المواد التي يعتمدها روحاً وبدناً روحاً وبدناً أو نفساً وبدناً على كل حال هؤلاء لن يفهموا للأسف هذه الحقيقة هؤلاء الأموات أما الأحياء أيها الإخوة فيفهمونها تماماً من خلال تجربتهم الفردية أتناقض مع نفسي من فترة إلى فترة من حقبة إلى حقبة من دور إلى دور بحسب نمو العقل والفكر والثقافي إذن خطة التنميط والتوحيد والقولبة وصياغة البشر في قالب واحد خطة غبية وهي مستحيلة هي مستحيلة ولا يمكن أن تتم ولا يتأتى لها أن تتم إلا بذبح البشر ولذلك كما حدثكم غير مرة كل الهواجس المجنونة للشموليين الكليانيين عبر التاريخ الذين أرادوا أن يوحدوا وينمطوا العالم انتهت بمجازر مروعة ذبح عشرات الملايين من البشر لا أتحدث عن عشرات الألوف ولا مئات الألوف عشرات الملايين أقرب الأمثلة ماذا فعل موتسي تونك ثورة ثقافية قلون في الصين ملايين البشر لإرادة التوحيد التنميط الإلجاء إلى خطة فكرية واحدة مسار فكري موحد ماذا فعل ستالين في الاتحاد السوفيتي السابق وأمثال هؤلاء ليسوا قليلين دائما تنتهي بالمجزرة تنتهي بالمذبحة تنتهي بالمذبحة الحمد لله العالم اليوم انتهى إلى قناعات تعتبر متطورة وراقية جدا أتحدث عن العالم الغربي بالذات راقية جدا من أرقى ما يكون وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى ردا على الملائكة إذ استفصله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون بحسب الدراسات المتخصصة إخواني وأخواتي فإن ثلاثة أرباع الصراعات والنزاعات بين البشر لها أصول ثقافية وفكرية طيب وين السياسة والمصالح؟ موجودة ليست الأكثر ثلاثة أرباع الصراعات والنزاعات بين البشر ذات أصول فكرية وثقافية بسبب أنك تختلف عني لغة ودينا وثقافة ومعتقدا وعرقا أحيانا أيضا لذلك أنا أذبح وأنت تذبحني لا وجود لا مكان لعرقين عرق واحد فقط النقي الدم النقي أيها الإخوة لا وجود لدينين دين واحد فقط الدين الحق ومن عداء الهلكة من أهل جهنم وهكذا ثلاثة أرباع الصراعات بهذا السبب والعياذ بالله لكن اليوم نحن نعيش في عالم يأخذنا يجذوبنا جذبة يحدث لنا جذبة صوفية جذبة روحية بتنوعه الخلاق الموزيكي الجميل الساحر أيها الإخوة أكثر من سبعة ملايير ومائتي مليون من البشر 2014 الآن أكثر من سبعة ملايير ومائتي مليون خمس المليار يعني سبعة ملايير وخمس المليار من البشر يتوزعون على زهاء مائة وثمانين دولة هي الدوع الأعضاء في الأمم المتحدة نعم على مائة وثمانين دولة حول العالم وتتوزعهم وتتوزعهم ألوف الجماعات الدينية والعرقية الإثنية واللغوية إلى آخر ألوف جماعات أصغر بكثير بعضهم تحددها علماء الأنثوبلوجيا والسوسولوجيا بزهاء ستة آلاف جماعة إذا لدينا هنا مائة وثمانون دولة وستة آلاف جماعة صغيرة عرقية لغوية دينية أقوامية أو قومية إلى آخر ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه تقريبا لا تكاد توجد دولة توجد بعض الدول استثناءات بسيطة وليست استثناءات نقية مائة في المائة لكن معظم هذه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إخواني وأخواتي لا تتمتع بالتجانس الكل أن البشر فيها في دولة ما مثلا يرطنون لغة واحدة ينميهم أو ينتمون إلى عرق واحد يتدينون بدين واحد على مذهب واحد وطائفة واحدة ليست موجودة على الإطلاق مائة وثمانون دولة ستة آلاف جماعة صغيرة مما ذكرت لكم ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل هذه الدول تغتني المفروض أن تغتني على كل حال تغتني بتنوعات مذهلة للجهات التي ذكرنا للجهات التي ذكرنا الجهة العرق اللغة الدين القوم أو الأقوامية إلى آخره ولذلك البشر في هذا الزمان استفادوا من تجربة التاريخ وتعلموا أن محاولات التوحيد والتنمية تبوء بالفشل دائما وأننا شركاء على هذا الكوكب ينبغي أن نغني هذه الشراكة بالتعارف والتواصل والتثاقف بالتسامح بالتقبل بالتفهم ليس بالحروب ليس بالإلغاء ليس بالشطب على الآخرين يأسى الدارسون والعلماء إخواني وأخواتي ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم والله يقول هذه آية تدل علي أن البشر تختلف ألوانهم وبالتالي جزئيا تختلف أحراقهم لكن هو الكتاب نفسه الذي قال أننا مخلوقون لأب وأم إثنين مفردين أننا مخلوقون من نفس واحدة خلق منها زوج لها أيها الإخوة ثم بوثثنا أننا في نهاية المطاف بمن فينا أبونا وأمنا آدم وحواء عليهما السلام ننحدر من التراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون انتشار في المعمورة القرآن الذي قال هذا قال هذا في الوقت ذاتي ما معنى هذا سنجيب أبو عيدة قيل بإذن الله تبارك وتعالى العلماء للأسف كما قلت لكم يأسون الآن ويبكون على مصير هذا التنوع الذي يعاني من دورة انقراض مأساوية دراماتيكية بحسب عالم اللغويات الشهير كين هيل قبل نحو سبعين سنة فقط قبل نحو سبعين سنة فقط كان هذا الكوكب الأزرق الجميل معمورا بستة آلاف لغة اختلاف ألسنتكم آية برهان آيوي ستة آلاف لسان وما معنى ستة آلاف لسان ستة آلاف ذاكرة كل لسان أيها اللغة آخر شيء هي وعاء مجرد وعاء للفكر آخر شيء قبل ذلك هي ملهمة الفكر هي طريق الفكر أنت تفكر باللغة أنت تفكر بالمصطلح الذي تتيحه لك اللغة هي تحدد حتى مصار التفكير اللغة مرآة للعقل مرآة للروح تجارب البشر عبر ألوف السنين وألوفها مع الطبيعة ومع الاجتماع البشري ضمن مجتمعاتهم الصغيرة المحصورة هذه التجارب أيها الإخوة حافظتها لنا هذه الألسن هذه اللغات حتى في الثقافات الشفاهية غير المكتوبة ظل الشيوخ والعجائز الرجال والنساء الشيوخ والعجائز الطاعنون في السن يواصلون سرد الحكاية وسرد القصص للأولاد والأحفاد باستمرار وتنتقل هذه الكنوز المعرفية هذه الكنوز الملخصات للتجربة الإنسانية مع الطبيعة والإنسان تنتقل من جيل إلى جيل فيا لها خسارة فيا لها خسارة أن تذوي وأن تتلاشى وأن تضمحل ثم أن تنقرض بعض هذه الألسن للأسف تعلمون كما انقرض من هذه ستة آلاف اللسان في هذه السبعين سنة فقط النصف الآن بقي ثلاثة آلاف لسان في الحقيقة أقل من ثلاثة آلاف كل أسبوعين ينقرض لسان كل أسبوعين بحسب كينهيل لماذا أيها الإخوة لأن كل أسبوعين يوجد لدينا معمر شيخ كبير هو آخر من ينطق باللسان الفلاني يموت حين يموت ينتهي اللسان خسارة مأساوية للبشر والعالم المتقدم الآن العالم المتحضر يتنادى لوقف هذه المأساة مأساة الإنقراض للثقافات للرؤى للتبصرات للإلهامات للذاكرة الإنسانية للذاكرة البشرية كانت الراحلة الكبيرة من أشهر علماء الأنثبولوجيا الأناسا في القرن العشرين مارغاريت ميد تعبر عن مخاوفها في آخر حياتها من أن البشرية كما تحدث وهذا ما حصل نحن في عصر العالمة للأسف هذا غباء غباء أساسة الذين يريدون أن يعولموا العالم وفق نمط الطنميط للأسف الشديد ليس في الاقتصاد حتى في الثقافة والفكر كانت هي تحدث بهذا تقول إن أكبر مخاوفي ما أحدث به أن هذا العالم يتجه إلى التوحيد ليس توحيد الله لها توحيد الإجتماع توحيد الإنسان وثانية ليصبح بعضنا رباً لبعض وإلهاً لبعض ويصبح هو الواحد والآخرون أن أقول لكم يصبح لا اعتبار لهم كأنهم غير موجودين لأن الإنسان لم يخلق ليكون عبداً للإنسان خلق ليكون عبداً لله فإذا أردت أن أكون عبداً كنت إلهاً زائفاً وأنا فقدت كيانيتي فقدت وجودي أصلاً ولن تستفيد مني هذا الذي يحصل كانت تعبر عن هذه المخاوف الراحلة الكبيرة ميد وتقول فإن حدث هذا فما سيطلوه أو يعقوبه ويترتب عليه ليس مجرد ليس مجرد عن تضيق رؤيتنا عن الخيال البشري الأوسع والأعمق لكي نراه فقط من منظار ضيق حصري بل تقول هذا سيحصل وأيضاً أعظم منه وأكرث منه سيحصل أننا سنستفيق يوماً من حلم وقد فقدنا إمكان أن نرى أن هناك إمكانيات أخرى ما في إمكانيات أخرى انتهى كل شيء نمط واحد للحياة طريقة واحدة للحياة طريقة واحدة للتفكير أنا أقول لكم هذا يؤذن تعرفون بماذا؟ بانقراض الإنسان سينقرض الإنسان لن يعيش هذا المنمط العوحد ويستفرد ويتخول يتخذ كل شيء خولاً له يتخول سائر العباد كلا بل سينقرض تقول لي لماذا يا رجل تهوم أنت وتتحدث عن الغرب والشرق والكبار تحدث عن نفسك لا لا أنا في الحقيقة الذي دفعني أن أرتب هذا الحديث وأن أدلي به هو نفسي ليس الآخر لماذا؟ لأنه اليوم للأسف الشديد أكثر من يصدر عن هذا المنظور الواحدي التنميطي الحصري الغلقي والانغلاقي نحن المسلمون طبعاً ليس كل المسلمين أكيد طوائف من المسلمين عقلية في المسلمين وأنا أقول لكم كنبوءة ليس نبوءة أمياء لها نبوءة فكر نبوءة استشراف للمستقبل إخواني وأخواتي نبوءة انتهت إذا لم يلاحق نموذج الخطاب المنفتح التواصل والإنسان بميلاده وتناسله هذا النموذج الإنغلاقي التنميطي الحصري هذا يؤذن بتلاشي الإسلام نفسه طبعاً بين قوسين لست بحاجة أن أذكر نفسي ولا أن أطمعنكم بأن الإسلام لن ينقرض هذا مستحيل طبعاً كعقيدة دينية الإسلام لن ينقرض وهذا ليس من باب التمجيد الواهم التمجيد النفسي لا 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 حين ستتأمل دستور الإسلام القرآن الكريم تعلم أن هذا الدين لن ينقرض سينقرض هؤلاء صحيح قبل أن ينقرض هؤلاء قد يذوي الدين وينكمش ويضعف ويغترب بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً غربته في بدايته القلة حمله أفراد معدودون نعم قد يعود أمره في الأخير إلى أن تنسلخ عنه هذه الأمة هؤلاء الأبنات هؤلاء البنات ويبقى لا يحمله إلا قلة منزورة مستوحشة أيها الإخوة تتهم بالرجعية والتخلف والميتافيزيقية والمورعية اللهم اجعلنا من هذه القلة التي حفظت عليها إيمانها وتحفظ بها دوام هذا الدين اللهم أمين وفخر لنا أن نكون من هذه القلة الرجعية المستوحشة لكن ستبقى هذه القلة لن تثن هذه القلة هذه ستكون النواة التي ينبعثناها الإسلام من جديد والإسلام لا ينقرض معذرة إذن لا نقبل كل توصيف لمستقبل الإسلام النبوئي بأنه سينقرض هذا كلام فارغ الإسلام بالذات لن ينقرض وحتما هؤلاء سينقرضون الإنغلاقيون الحصريون حتما سينغلقون أنا أقول لكم ليس الفكريا فلسفيا أبدا بل حيويا قوانين العالم الذي نعيشه قوانين الروحية الفكرية والنفسية والقوانين الحيوية البيولوجية تؤكد أنهم سينغلقون هذه ستكون بقية الخطبة سأثبت لكم كيف سأثبت لكم كيف لكن إذا كنا نأسى ونبكي أو نتباكى بعضنا من الله أباليين أيها الإخوة على انقراض اللغات وبالتالي انقراض الذاكرات والمخزون الثري البشري فحريهم بنا أن نتساءل ما الذي بعث وساعد وسرع من عملية انقراض هذه اللغات والثقافات لماذا انقرضها أصلا تنقرضها بمأساة تحزننا تقبلنا لكن لماذا انقرضت هذا السؤال لماذا تنقرض لماذا تنقرض أسباب كثيرة لكن في رأسها واجعلوه على ذكر منكم لأنها منغلقة غير تواصلية لا تتعاطى مع الآخرين آمنت أو كفرت لا ندري لكن واخرها يقول أنها لا تتعاطى مع الآخرين لا تغتني بالتباين والتغاير والتلاقض تكتفي بنفسها حري أن تنقرض ولابد أن تنقرض ولابد أن تنقرض في شمالي غرب الأمازون هناك قبيلة مشهورة دغدغت خيال علماء الأنثبروجة أيها الإخوة وأثارت عجابهم جدا بارا سانا قبيلة بارا سانا بارا سانا أيها الإخوة قبيلة عجيبة تصدر في تقاليدها التزاوجية في التزاوج يعني عن قاعدة عجيبة دعاها علماء الأناثر بماذا قاعدة التباعد التباعدية يعني التباعدية اللغوية ما معنى التباعدية اللغوية؟ سنشرح قبيلة بارا سانا تحتم على كل من أراد أن يتزوج من أبنائها وبناتها أن يختار شريكا آخر لا يتكلم لغته يتكلم لغة أخرى هذا معنى التباعد اللغوي ممنوع أن تتزوج بمن يرطن بلغتك ممنوع لماذا؟ كأنهم فهموا ما لم يفهمه الأغبياء والحصيون من الأمم التي تدعي التقدم في الروح والعلم والعقل إلى اليوم أن هذه الحصرية والاكتفائية والانغلاقية سبيل ماذا؟ الأنغراض هم أرادوا أن لا ينقرضوا وفعلاً يقيمون هناك في شماري غربي الأمازون من ألوف السنين ولا ينقرضوا ولن ينقرضوا علماء الأناسة قالوا ندخل عليهم شيء من أجمل وأبدع غير موجود في العالم إلا في هذه القبيلة البسيطة مش هنقول بداية شو بداية؟ هذه متقدمة جداً هذه عندها فلسفة غير عادية هذه عندها درس يتعلم منه البشر كلهم اسلمون ومسيحيون ونصارى ويهود وهندوس كل العالم ينبغي نتعلم من هذه القبيلة المتواضعة مبدأ التباعد أو المباعدية يعني المباعدية اللغوية نحتاج أيضاً المباعدية الثقافية الفكرية الدينية لا قح هذا المراد وإلا تنقرض ستنقرض حتماً كما تنقرض هذه اللغات كل أسبوعين واحدة كل أسبوعين واحدة يقولوا ندخل عليهم فنجد في الكوخ في البيت المتواضع سبعة ستة ثمانية ألس تتكلم والكل يفهم ثماني لغات وباستمرار مبدأ لابد أن يرعى ذكاه مبدأ ذكي جداً أيها الإخوة طيب نأتي الآن إلى ما ندلل به على هذا المعنى أيها الإخوة أن من يكتفي ويغتني بذاته فقط يقول لك حسبنا كذا حسبنا ديننا حسبنا تراثنا اليوم وقلت هذا من اليوم مرة تهمة هي تهمة أن تتكلم على هذا المنبر مثلاً وتذكر مثل هذا الذي أذكر علماء طب علماء أنثبولوجيا علماء أديان يقول لك وقلتك دون أن تدري القرآن ليس هكذا بالمرة القرآن يقول يا أيها الناس وما قالش يا أيها الذين آمنوا تعرفوا ما معنى أن القرآن يخاطب الناس يتوجه إلى الناس وهو يعلم أن أكثر هؤلاء الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أن أكثرهم غير مؤمن ولن يؤمن والداعي من؟ لست أنا ولست أنت محمد الداعي كان محمد عليه السلام والله قال له مش هيؤمن أكثرهم لن يؤمن لا تمنى نفسك بأن يتبعك أكثر هؤلاء لن يفعلوا ومع ذلك لم يخلهم القرآن من تفخيف من تربية من تعليم من التفات أنه يلتفت إليهم أنه يخاطبهم أنه يحرص عليهم بهم رؤوف الرحيم هذا القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفهم عجيب وأنت تعلم أنهم لن يؤمنوا بدين واحد برب واحد لن يتبعون يقول طبعا أعلم ولذلك خلقتهم ولا يزالون مختلفين وهذا لا يمنع أن يتعارفوا طريقة هؤلاء أنه لا بل أن يذبحوا إذا لم يتبع ديني لابد أن يذبح أقول له هذه الطريقة وثنية كافرة بخطة الله كونا وشرعا أيها الجاهل من أي جحر خرجتم لنا من أي جحر من جحور الجهالة والغباء خرجتم لنا قرآن لا يقول هذا قرآن يقول يظلون مختلفين وأكثر من هذا يقول بل هو قاله في الآية ذاتها قال هم إخوة كلكم إخوة الوثني والوحد واليهودي والمسيح والبوذي والهندوسي والماركسي والملحد شئتم أم أبيتم إخوة لماذا؟ هذه الأخوة ليست مقولة إنشائية ليست مقولة إنشائية يعني التشريع قال أنتم إخوة تعالوا نتآخ بين الناس مثل ما آخر النبي بين مهاجر والأنصار غير صحيح مش هذا هذه مقولة خبرية تخبر عن أخوة حقيقية لجهة ماذا؟ وبسبب ماذا؟ لجهة وحدة الأب والأم وحدة الأصل كلكم لآدم آدم من تراب يقول النبي قاطعا نحن إخوة إذن صحيح؟ اختلفت أدياننا لغاتنا أعراقنا لكن إخوة الله يذكرنا بهذه الأخوة دائما النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان لا يدع يقول دمر كل صلاة في حديث عند أبي داود وكان يقول هذا أدائما في صلاة الليل أنا شهيد يخاطب الله اللهم كذا وكذا أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة لماذا تقول هذا يا محمد؟ صلى الله على محمد وأهل محمد لماذا تقول هذا دمر كل صلاة وفي صلاة الليل وتشهد الله على هذا يقول له أنا وفيه يا رب يقول أنا وفي لرسالتك الكونية لمنظورك الكونية أنا وفيه لن أجفو هذا المنظور لن أتعارض معه لن أكذب عليه وأنا أخر يا رب يقول أننا جميعا إخوة مؤمننا وكافرنا خريبنا وبعيدنا العدو الصديق في نهاية المطاف إخوة ألا يتعادى الإخوة؟ ألا يتكرهون؟ ومع ذلك يظلون ماذا؟ إخوة رغما عنهم لأن دمهم واحد الدم الذي يسري في شرائينهم وعروقهم واحد وأنا أقول لكم الدم الذي يشري في شرائين البشر وعروقهم واحد سألوا الآن علماء الوراثة الجزائية علم على فكرة هذا تقريبا العلم رقم واحد في القرن الحادي والعشرين علوم كثيرة العلوم كثيرة جدا لكن علم القرن الحادي والعشرين المتصدر هو علم الأحياء الجزائي وما تفرع منه علم الوراثيات الجزائية هذه علوم القرن الحادي والعشرين رقم واحد هذا العلم العجيب والمعجب يا إخواني وخواتي أثبت فعلا ومش أثبت بطريقة هي طريقة فلسفية واستنباط وتجيب نصوص لا 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 طريقة الملموس يعني يأخذ أصبعك يضعه على الحقيقة ترى بعيني رأسك أن البشر كل البشر هؤلاء السبعة الملايير ومثلين مليون كلهم ينميهم أصل واحد تجمعهم أرومة واحدة ينتهون إلى أرومة واحدة إلى جذر واحد إلى منبت واحد كل من ليس أفريقيا لماذا؟ لأن المهد كان أفريقيا أتركوا الأفريقاء الآن كل من ليس أفريقيا بملامح أفريقية تامة سيكون من سكان أوراسيا سكان آسيا أوروبا أستراليا الأمريكتين أي أن كان كل هؤلاء على الإطلاق ودرس العلماء ألوف بل عشرات الألوف من هؤلاء قد أي إنسان من أي قارة في نهاية المطاف تراه مباشرة قريبا للآخر هو يعوداني يعوداني إلى أصل واحد هذا الأصل أيها الإخوة يعود إلى ما قبل سبعين ألف سنة إلى برانش صغير ضعيف نحيف فرع صغير خرج من الرواد الشجعان الأوائل الطلعة كانوا طلحة خرجوا من أفريقيا ربما لغلبة الجفاف والتصحر عليها ووصلوا أيها الإخوة إلى شبه الجزيرة العربية ومنها انطلقوا إلى بقية العالم إلى أوراسيا ثم إلى أوروبا ثم إلى سائر القارات من قبل سبعين ألف سنة دراسة الجينات التتابعات أيها الإخوة للحروف المكودنة هذه للقواعد كما يقال الأربعة في الدين أي لكل واحد منا يثبت أننا كلنا نعود إلى هذه الجماعة اليسيرة منزورة العدد ربما كانت بالمئات فقط التي تحدرت وأتت مهاجرة من أفريقيا وفي نهاية المطاف هذه الجماعة خرجت من أفريقيا إذن في النهاية الأبعد البشر كلهم جاءوا من أفريقيا من مكان واحد من نقطة واحدة إذن صدق الله العظيم من نفس واحدة وخلق من هذا الجماعة ومن آياته هذه النظرية في هذا الانتشار للبشر القرآن يعرضها بأجمل عبارة يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وإن خلقنا واضح أنه جينيا خلقنا في أفريقيا مهد الإنسان الأول آدم وحواحكون في أفريقيا وأي إنسان الإنسان الحاق منها نحن ننتم الإنسان العاقل وهو موسابينس هذا وجد في أفريقيا ما قبل ذلك هذا موضوع بحث لكن هذا هو علم الجينات يؤكد هذا هذا لم يعود فقط أيها الإخوة استباطا دينيا كما قلت لكم يصنف تحت مقولة الخبر من باب الخبر من باب الخبر أننا إخوة ليس الإنشاء ليس القونة والتشريع خبر حقيقة خبرية مثل أخي من أبي وأمي نحن إخوة أيضا من أبي وأمي إثنين فقط ليس مئتين وليس مليونين من أباء والأمات إثنين فقط نحن إخوة القرآن يقرر هذا النبي دائما كان يقرره ويبدئ فيه ويعيد وهو أيضا ضمن ما كرره وذكره وذكر به في حجة الوداع أعني في خطبة حجة الوداع الناس لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسوأ إلا بالتقوة عليك كذلك لا ينتهين أقوام نعرف هذا ونحن الصغار عظم لذلك القرآن قال لتعارفوا لأنكم إخوة ولا بد أن يعود الإخوة ويلتقوا ويتعارفوا طيب القرآن أقام ولن أفض في هذا لأنكم تعلمونه وسمعتم فيه الكثير وقرأتم فيه ربما الأكثر القرآن أقام هذا التعارف برر لهذه الغاية النبيلة البعيدة لهذا الهدف السامي الجليل بمجموعة من المبررات في رأسي كما قلت لكم وحدة الأصل الأخوة البشرية ثلاثة كرامة الآدمي ولقد كرمنا المسلمين وحملناهم لا لا غلاط يا عدنان طبعا غلاط ولقد كرمنا من آمن غلاط ولقد كرمنا بني آدم ابن آدم مكرم مسلما كان الغير المسلم موحدا أم وثنيا أو بلادين ابن آدم مكرم بعنوان ماذا آدميته هو آدمي إذن هو مكرم قطعا هو مكرم ابن آدم عنده فضل واضح أكرمكم الله وضعا القرود الثعابين والسراصيل والذباب واضح أنه مكرم طبعا ابن آدم هذا ولقد كرمنا بني آدم إذن تعارف أيها الإخوة يتأسس على ويتبرر به كرامة بني آدم تكريم الآدميين وهو تكريم إلهي إلهي المصدر أيضا أيها الإخوة يحاطوا ويشرطوا يحاطوا ويشرط هذا التعارف بماذا بماذا بالأخلاقيات وفي رأس الأخلاقيات العدل والإنصاف ولا يجرمنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين عجيب يا رب إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى لا تحدثني بعد بعد هذه الآية من سورة النساء عن ماذا عن الطائفة لتذهب الطائفة للجحيم عن المذهب ليذهب المذهب إلى الجحيم عن القوم العرق ليذهب إلى الجحيم الله يقول لي تشهد على نفسك إذا الأمر أصبح حقا وباطلا أصبح عدالة ينبغي أن تشهد على نفسك تقول إذا هيك الأمر وصل أنا الذي أخطأت هو لا يعلم هو لا يستطيع أن يلحم بحجتي لا يستطيع أن يعرب عن حجتي خصمي أبله مغفل غلبان أنا سأعترف أنا الذي أخطأت أنا الذي بدأت إذا لا تحدثني عن طائفة مذهب ماذا أنا شهدت على نفسي أخي أذبح العدالة من أجل مذهبي من أجل ديني من أجل طائفتي لا يمكن الدين يتبرأ من هذا أو الوالدين وحد يقول لك عن نفسي أعترف بس أعترف على أبيه أخذه إلى السجن إلى حبل المشنقة إن كان قتل طبعا خذه وأنت تبكي خذه واستغفر له تصدق على روحي حين يقتل قصاصا أيها الإخوة وإن لم يعفى عنه هذا هو تكون هكذا اشتريتهم يا الله هكذا ما هدت له طريقا إلى الجنة هو أبوك الله قال أو الوالدين يا أمة محمد أنا أقول لكم شيئا أقسم بعزة جلال الله حين أتأمل هذه الأيات وأفكر فيها أشك أننا مسلمون هل فعلا نحن مسلمون يا أخي ترى المسلمين اليوم إلا ما رحم ربي وقليل ما هم أقسم بالله يضحي بالعدالة وبالتقوى وبكل شيء في سبيل أن ينصر حزبه جماعته طائفته مش نفسه نفسه ينسى الله في سبيل نفسه إلا ما رحم ربي ينسى كل شيء في سبيل نفسه لا 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 في سبيل حزب والجماعة والتنظيم والطائفة والمذهب والبلد وش عارف إيه يضحي ويا كذب ويا قود الآخرين إلى العار أو إلى النار أو إلى السجن والقتل والدمار يا ويلك أي مسلم أنت لأننا نخر على كتاب الله سما وعميانا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نتلو ونسمعه والله العظيم كأننا سم بكم عمي لا نفهم شيئا ونريد من يذكرنا بعضبة القرآن الأخلاقية صار القرآن اليوم مسخرة على ألسنة الملاحدة والمهزيل فكريا وعاطفيا يسخرون لا لأنهم تأملوا ونقدوه بل لأنهم ساخضوا حالة المسلمين يرون كيف تصرف المسلمون كبارهم وصغارهم قادتهم السياسيين وقادتهم الروحيون فشكوا في هذا الدين من أصله جملة أصلا شيء مخيف شيء مرعب يا أخواني هكذا إذن حاط الله وشرط هذا التعارف بماذا؟ بالقيم الأخلاقية وفي رأسها العدل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين تعرفوني الآية من ستورة الممتحنة تأمر بماذا؟ ترشد إلى ماذا؟ وفي حق من؟ في حق الوثنيين الكفار المشركين الوثنيين في جزيرة العرب أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين طيب أقصط معنا أعدل أعدل مع المشركين طبعا فهمت هذا وهو صعب جدا أن تفهمه سهل أن تطبقه أصعب من الصعب نفسه كلام فقط نحن أمة الكلام أمة الخطب فقط المنابر ليست أمة الفعال أمة التطبيق أمة تقوى الله حقا التقوى هي التي تبعثك على هذا إن كنت تؤمن بالله وترجو له وقارا لا إله إلا هو وترجو لقاءه طيب أنا سأقصط سأعدل مع عدوي لكن أن أبره الله قال أتبره لا تكتفي بالإقصاط إلي وتبره تبره بالمعاملة الطيبة بالبسمة الحانية بالصدر الرؤوم الواسع بالمال بالمساعدة تتفقده تتفقد وهو مشرك وثني نعم ضد ربي ونبيه ونعم الله يقول بما أنه لا يحاربك لا يعاديك يكتفي بدينه لكم دينكم ولي دين وعلى فكر هذه الصورة الممتحة وهي صورة متأخرة نزولا هي صورة من الصور المتأخرة في المدينة نزولا من الصورة متقدمة وتسلط عليها تقطع رقبتها بسيف المنسوخ تبا لهذا السيف من سيف القرآن العظيم القرآن العظيم كما الرسول الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام مضى أشواطا بعيدة مضى أشواطا أو مضي أشواطا بعيدة في التعاطي مع قواعد التعارف ومع ما يلزم منها ويترتب عليها فليس من الغريب أو العجيب أن يبيح القرآن زواج المسلمين من الكتابيات على أن موقف القرآن الكريم من الكتابيين عقديا معروف لكل مسلم موقف القرآن من الكتابيين عقديا خاصة فيما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وتنزيه معروف ومع ذلك لم يجد القرآن بأسا أن يتزوج مؤمن أو مسلم من يهودية أو نصرانية لماذا؟ لماذا؟ إن جازة أيها الإخوة أن يقطع مع الآخر بناء على عامل أو عوامل مفردة محدودة فسيكون من أجوز الجائز بل من أوجب على الواجب أن يقطع مع الكتابيين على أساس حقدي على أساس عقدي لأنهم يقولون مثلا الله ثالث ثلاثة أعني النصارى ومع ذلك القرآن لم يقطع بل وصل على أي أساس على أن هذا التواصل العقدي أيها الإخوة متعذر في هذا الباب الذي أشرت إليكم إذن على أي أساس كان التواصل على الأقل على أساسين الأساس الأول مراعاة الأصل الأول قبل أن يطرأ عليه التحريف أو التزييف فهم أهل كتاب وأهل إيمان وأهل توحيد طرأ على توحيدهم ما طرأ مما قص القرآن وتلأ فهذا يعتبر لأن الأصل موجود ويمكن ردهم إلى الأصل بالمحاورة والاستلطاف والإذعان للبينة والبرهان وهذا ما يحصل مع كثيرين منهم عبر التاريخ وحمد الله تبارك وتعالى إذن هذا له اعتباره وحدة الأصل أيها الإخوة وإن طرأ عليه ما حرفه وزيفه هذه الوحدة لها اعتبارها في المنظور القرآني والأساس الثاني إخواني وأخواتي هو المشترك الأخلاقي وهذا الذي نبه عليه أئمة الإسلام في القديم والحديث حين تقرؤون كتب التفسير وكتب الفقه يحضروني منها الآن أيها الإخوة المبسوط لشمس الأئمة السرخصي أيضاً بدائع الصناع للعلاء الكاساني من المعاصرين أو المحدثين بالأحرى رشيد رضا ومحمد عبده في تفسير المنار هؤلاء وغيرهم كثير كثير أشاروا إلى أن إباحة القرآن للتزوج بالكتابيات تستند إلى المشترك الأخلاقي المحرمات لدينا المحرمات لديهم أيها الإخوة الواجبات لدينا تعرفون الوصايا العشر العشر وصورة الأنعام قل تعالى وأطل ما حرم نفس الشيء هذا الشيء مهم المشترك الأخلاقي وهو مشترك إنساني النبي يقول في الحديث الذي نتحفظه جميعاً الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها وفي رواية فهو أولى الناس بها المؤمن بالذات أكثر الناس حرصاً أيها الإخوة على التواصل المعرفي والثقافي إن وجد عند الآخرين ما يفيد ما يجوّدوا فيه ما أحسنوا فهمه وإدراكه مباشرة التقطه يقول التقطها هم غربيون هم صليبيون هم ليسوا مسلمين والهبل اللي إحنا فيه هذا حالة الهبل اللي فيها المسلمون المعاصرون ما في الكلام هذا أنت الخسران هو لن يخسر ستبقى أنت في الظلمات ليس كذلك ظلمات العلم والفكر والتكنولوجيا مثلاً أنت الذي ستخسر هو لن يخسر هو لن يخسر أي حالة حالة من الغيبوبة حالة من مناجاة النفس ونفخها بالكبر الفارغ بالكبر الفارغ على كل حال فالحكمة ضالت المؤمن أيضاً ما ذكرته وذكرته به أكثر من مرة أيها الإخوة ما ذكرته وذكرته به غير مرة القرآن كما النبي عليه الصلاة وأظهر السلام يحرصان على التذكير بالتواصلية النبي دائماً يقول لست بدعاً لست أول الأنبياء أنا حلق في سلسلة ديني هذا هو دين الأنبياء شرعي هذا من حيث الأصل هو شرع الأنبياء دين واحد دائماً اليوم كثير من الشانئين في الشرق والغرب يزنون ويغمزون من قناة الإسلام والقرآن بماذا؟ بأنه يمتح من أصول يهودية ونصرانية هذا ليس كشفاً اكتشفتموه هذه آيات القرآن أيها الإخوة أكد فيها هذا المعنى في مواضع كثيرة القرآن يقول هذا القرآن يقول أنا جئت مصدقاً لما بين يدي من الكتاب من التوراة والإنجيل أنا مصدق أشياء كثيرة في التوراة والإنجيل حق والقرآن يتبنى يقول حق 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 أنا سأصادق عليها وأصدقها ومعنى مهيمة علي أي مصدقاً كما شرحت لكم بغير مرة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وإنه لفي ذبر الأولين ومجود القرآن يقول هذا هذا ليس كشف استشراقي أو كشف لأعداء الإسلام هااااا ضبطناك متلبساً يا محمد أنت تأخذ من كتبه يقول لك لا وطبعاً طبيع على الفكرة الذي يصدق هذه الفرية ما اليهود والنصارى أنا أقول لكم يكذب دينه هو يغمز قناة دينه قبل أن يغمز قناة الإسلام ليه طيب؟ لأننا كمسلمين نعتقد فعلاً أن موسى نبي من عند الله رسول وأن عيسى نبي ورسول من عند الله وأن التوراة والإنجيل لهما أصل إلهي هما نصان إلهيان نؤمن بهذا هذا عقيدتنا ومن أنكرها كفر ومن أنكرها كفر فطبيعي أن يأتي القرآن مصدقاً وإلا نقع في مكاذبة أن يقول القرآن من جهة التوراة والإنجيل من عند الله وموسى وعيسى نبياً رسولاً ثم يقول شيئاً يختلف عما فيهما بل يناكده على طول خط ويشاكسه هذا تكذيب لهذا فطبيعي أن يأتي القرآن مصدقاً للتوراة والإنجيل وطبيعي أن يؤكد ما فيهما من أصول العقائد والديانات ومن أصول الأخلاق والمحاسن والكمالات ولا مش طبيعي؟ طبيعي جداً هذا هو قالك لا 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 لكن اذهب بعدين وادرس هذه البنية نفسها بنية النص القرآنية على الجهات كثيرة وسوف تعلم أهي بنية بشرية أو بنية إلهية لا يقدر عليها بشر هذا مبحث ثاني مبحث ثاني على كل حال النبي أيها الإخوة والقرآن أيضاً بهذه الطريقة أزعم أنه خلق عقلية متفتحة جداً عقلية تواصلية عقلية تثاقفية عقلية حضرية وهذا العقلية هي التي بدأ الحضارة المدنية الإسلامية بما يشبه معجزة أمة أيها الإخوة كانت لا تسوى شيئاً دخلت التاريخ من أوسع الأبواب أقامت حضارة بسرعة شديدة جداً لافتة حضارة عظيمة لها إسهامات تذكر فتشكر إلى يوم الناس هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذا الانفتاح مسلموء العصر الحديث أيها الإخوة يرون معرة يرون هجنة يهدينون من يتواصل مع الغرب والشرق من يثقف العلوم والفلسفات والأفكار والأيدولوجيات والطروحات كما قلت لكم يغمزون قناته المسلمون الأوائل مباشرةً انبعثوا في الترجمة صحيح؟ معروف الترجمة في العهد الأموي بدأت مع خالد بن يزيد ثم انبع قتواً بعجت في العهد العباسي وكان المترجم يعطى وزن ما يترجمه ذهباً حرص عجيب على المعرفة حرص في التقاطها التقاط أيها الإخوة ليس كالمسلمين اليوم عهدهم يمكثون في أوروبا ثلاثين سنة ثم لا يفقه شيء ما العلم الأوروبي ولا الفكر الأوروبي ولا الفلسفة ولا الثقاء ولا أي شيء ولا هو متفقه في دينه حقاً أو في تراثه ولغته ولا شيء يقول لك إسلاميون ورب الكامل فان أنت يا رجل انظر في نفسك أنت عالى أنت عاهى أقسم بالله هذه عاهات مستديمة أصبح وصلت بهذه الأمة عاهى لكن شاطر أول من يفتح باب القتل والتفجير يذهب ينصر الله ورسوله ليس كذلك نصر الله ورسوله نصر الله ورسوله بالعلم بالفقه بالمعرفة ملياران من البشر نحن المسلمين لو عنا تقديس للعلم والمعثى لو عنا تواصل حقيقي أيها الإخوة ليس لرفعت لنا القبعات أبداً لصبنا أساتيذ الآن عادي كما الغرب الآن أساتيذ نصبح أساتيذ والعلم متعلم منه وتبدأ تسمع بنظريات في الجيولوجيا وفي التاريخ وفلسفة التاريخ وفي الفلسفات المختلفة والفيزياء والكيميا والرياضيات والفلك والكوزمولوجيا للسيد عبد الله كذا كذا للسيد إيه سعيد كذا كذا للسيد مش عارف إياز كذا كذا الفارس الإيراني ولا الباكستاء بس هذا الحين ما في منه ما في منه ما في نظريات في أي علم هو أحد مزلم تقدر وتحترم ما فيه للأسف شديد أم نائمة ومكتفية بنفسها أيها الإخوة وتتخاطب ذاتيا تنظر فقط في مرآة نفسها فقط لا تنظر في الآخر بهذه الطريقة هي تتجه وإيه تتجه الآن طبعا إلى الإنقراض إذا ليس ديمغرافيا دينيا تترك دينها أو يتركها دينها وفي الأخير خلاص للأسف الشديد انتبهوا هذه مسألة مهمة يا أخواني النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كما القرآن الكريم بهذه الطريقة كما قلت لكم فتح طريقا للتواصل العريض العميق مع الآخر الثقافي والحضاري والديني من أعمق ما يكون أنا أقول لكم والآن سأدلل على هذا علميا هذا الطريق متقدم على الغار بالذي نعيش فيه تقريبا بألف وشوي من السن ليس سأقول لك 1400 سنة عمر الإسلام بس حتما أكثر من 1000 سنة هذه الطريقة هتقول ليش كلام هذا هذه دعاوة كبيرة لا 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 والله هل دعاوة ولا شيء الآن سأثبت لكم هذا الآن سأثبت لكم هذا أحد فلاسفة الأخلاق الأمريكان على مستوى عالمي وهو أيضا عالم في علم النفس مع أنه اتخذه من باب الهواية ولكنه عالم مشهور عالميا اسمه جيمس آر فلين جيمس آر فلين عنده ظاهرة الآن معروفة في العلم تسمى ظاهرة أو أثى أو تأثير فلين فلين إفكت شو فلين إفكت اذهب انت ابحث في أي مرجع فلسفة الأخلاق في علم النفس حتى في النت أكيد ستجد شيئا عن فلين إفكت فلين إفكت فحوى هذه الظاهرة أن القرن العشرين المتصرم أظهر تناميا مطردا في الآيكيو معامل الذكاء في الآيكيو وفق الإختبارات المعروفة طبعا في الآيكيو لدى الناس في الغرب هنا بكل أنواع الغرب هذا بما فيه حتى أوراسيا كلها أوروسيا معامل الذكاء الآيكيو تنامي مطرد جيلا فجيلا جيلا فجيلا حجيب بمعنى ماذا بمعنى عبارة فلين في كتابه يمكن تقرؤه كتاب لطيف وجميل اسمه ما هو الذكاء ما هو الذكاء يذكر فيه طبعا هذا الكتاب طور فيه الظاهرة بياند إفلين إفكت اسمه هيك ما بعد تأثير فلين عن نفسه ما هو الذكاء يقول جيمس آرفلين يقول لو أجرينا الآن اختبارا من هذه الاختبارات التي يقاس بها معدل الذكاء أجرينا لشبابنا لبناتنا الآن في آخر القرن العشرين في أول القرن العشرين مما كان يجرى للناس في بداية القرن العشرين يعني 1915 و 1915 1915 لحصل أولادنا اليوم على 130 130 درجة يعني كيفتد يعني عباقرة موهوبون هؤلاء هم الموهوبون 130 هو الحد الفاصل بين الذكاء العادي ذكاء جيد يعني وبين الذكاء العبقري الموهوب كيفتد معنا نحن كل كيفتد تقريبا طبعا عجيب ليه؟ ونحن نحن الأخلاف نحن الذرية ولو عكسنا أجرينا لأي جيل هذا افتراضيا طبعا من بداية القرن ممن كانوا في بداية القرن العشرين اختبار ذكاء كما نجريه اليوم لأولادنا لحصل أولائكم على كم؟ على 70 يعني متخلفون عقليا لأن السبعين تقريبا يناله هو المتخلف العقلي هاي؟ عجيب مع أنه في بداية القرن العشرين هذا سنجري هذا الاختبار لناس بعضهم حاسين أطباء ومهندسين وإلى آخرين عادي سيأخذ سبعين اف وهذا ثابت هذه ظاهرة اسمها في لين إفكت في ذكاء يتطور قاعد في تنامي في الآي كيو تبع البشر جيل انفجيل شوف الكلام الجميل عادي شيء مهم هذا لماذا؟ لماذا؟ جيناتنا بتختلف يعني إحنا؟ صار في تطور عطوي علينا يعني؟ في جينات تفدي أني يعني؟ لا لا أكيد شيء له علاقة إيه؟ بطرائق التفكير مناهج التفكير مناهج المقاربة والمنظور كيف تنظر الأشياء؟ كيف تقاربها؟ صح؟ وهذه النظرية تفلين والآن سأشرح لكم عشان تشوفوا من القرآن من أول يوم فعل هذا النبي فعل هذا بشكل واضح الأمة الآن لا تفعل هذا ولا تفهمه ولا تريد أن تفعله إلا ما رحم ربي كيف تفسير هذه الظاهرة؟ لماذا؟ هناك تطور في ذكاء هؤلاء الناس على قلف الغرب هنا تطور حقيقي بالأرقام بالأرقام والاختبارات قال لك أنا أعتمد على عالم نفس كبير هذا مين؟ جيمس فلين قال لك أنا سأعتمد في مقاربتها في نظريةها الجديدة على عالم نفسه فييتي كبير من أكبر علماء النفس العصبي من أكبر علماء علم النفس العصبي ومن مؤسسين علم النفس الثقافي التاريخي اللي هو مين؟ اللي هو أليكزاندر لوريا مشهول جداً هذا أكبر عالم نفسه تقريباً روسي فتحاته السوفيتي أليكزاندر لوريا هذا اللي اكتشف ظاهرة الإحساس المصاحب أعتقد أنه كثيرين مننا سمع بها أو تعاطى معها سينستيزيا سينستيزيا الإحساس المصاحب أنك حين تسمع شيئاً مثلاً تسبع لفظة معينة مباشرةً تستحضر لفظة مع لون مع لون أصفر يتفتت حين تسمع نغمة موسيقية تشمعها رائحة بنفس الوقت هذا يحصل ببعض الناس اسمه الإحساس المصاحب أو المتصاحب سينستيزيا كلمة إغريقية أليكزاندر لوريا هو اللي اكتشف هذه الظاهرة وألف على كتاب وعنونا الفرعي كتاب صغير عن فاست ميموري عن ذاكرة شازعة هذا أليكزاندر لوريا حالم له اعتبار أليكزاندر لوريا أيها الإخوة في كتابه التطور الإدراكي كوجينيتيف ديبلوبمينت طبع 1976 مترجماً طبعاً الانجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الكتاب ذكر عدة لقاءات له مع أناس تلقوا تعليماً أساسياً في بلاد الاتحاد السوفيتي السابق وخاصة في الأرياف اسمعوا الآن أذكر سأل أحدهم عندما تلقق هذا التعليم إلى الأساس البسيط قال له ما العلاقة بين الغربان والأسماك قال لا علاقة على الإطلاق على الإطلاق غريب ما فيش علاقة عندك غراب عندك سمكة ما فيش علاقة قال لك لا علاقة على الإطلاق ما لناش مشكلة بعده سألوا واحد ثاني قالوا ألمانيا لو يد فيها الجمال طبعاً ما فيش في ألمانيا جمال ألمانيا قال له تعرف ألمانيا؟ قال له لا أسمع فيها ليس فيها جمال قال له حسن قال له هامبورغ بلدة ألمانية قال له حسن قالوا هل فيها جمال؟ قالوا إذا كانت واسعة كفاية ينبغني أن يكون فيها جمال أما إذا لم تكن واسعة كفاية فليس فيها جمال خبط رأسه هذا لوريا شواء الذكاء هذا الفضيع طيب في لقاء مع واحد ثالث سوف ترون هذا أنتم يعني كيو اي يعني كوستشين آنسر هكذا في كتاب اي فلن وفي كتاب لوريا الكتابان متحان لمن أراد سأل ثالثا قال لي ثالث قال له في القطب الشمالي الثلج متاح دائما موجود دائما اسمه هذا دائما فيه ثلج وحيثما كان الثلج متواجدا بشكل دائم فالدببة البيرز هناك تكون بيضاء اللون حسن قال له حسن قال له جميل كوستشين السؤال الآن ما لون الدببة في القطب الشمالي قال له هذه مسألة تحتاج إلى تستمين تحتاج إلى شهادة إن جاء رجل حكيم وصادق من هناك وأخبرنا أن الدببة بيضاء قلنا بيضاء وإلا لا نعرف أنا لا أعرف إلا الدببة البنية يخرب بيت أمك يخرب بيت أهلك يقول لك فيه شيء فايدة هو هكذا هكذا كان البشر يفكرون هذا الناس إلى سنة 1900 كل هؤلاء الأجيال ولدوا قبل تقريبا 1900 مش تقريبا بالقطع اللي عمل عليهم لوريا هذه الدراسة الآن نأتي نسيب لوريا عنده مقاربة الخاصة ونأتي لمقاربة الأمريكي جيمس آر فلين أو فلين فلينش قال قال آه هذا هو الفرق بين الإنسان كما عرفوا الآن كما تطور في المئة سنة وبين الإنسان قبل 1900 واحد عندك ثلاث شغلات تحفظوها واحد قبل 1900 هو يسميه قبل العصر العلمي ما بعرف العلم عمره 400 سنة لكنه كان مصطلحات لا مشاحة في المصطلح بريف سينتفك بيقول قبل 1900 قال لك البشر كانوا عاجزين مش كل البشر مش رأي لا البشر هنا في أوروبا كلها وفي روس وكذا قال لك كيف كانوا كانوا تقريبا عاجزين عن إجراء التصنيف تصنيف طبعا لا تتكلم عن علماء احنا متخصصين وإلا علم التصنيف تاكسونومي هو علم غربي كارلوس لينيوس السويدي عمر وانا الصحيح تصنيف الحاوانات لا ذلك طبقة شريحة بسيطة جدا لا تتكلم عن الناس بشكل عام ما يعرفوش ما عندهم مش عقلية التصنيف عقلية التصنيف في الجوهر ما هي هي روح العلم ما في علم بغير تصنيف ما في علم يعني قلنا الخطبة دي كمان ها اللي هو الألفاظ الكلية اللي هي علاقة بالموضوع ما في علم بغير تصنيف والتصنيف روحه ماذا روحه ماذا ملاحظة المشترك الأعظم ولا ما الصحيح ايش في مشترك بينها يعني لما قال له هو غراب اليوم ازعل ابنك الصغير في صف أول أو ثاني سيقول لك بابا كلهم ايش حيوانات تيري هذولا السمكة حيوان والغراب هذلك حيوان ما لماذا صحيح حيوانات كائنة حية فيها حياة حي فيهم هذا الطفل الآن ذكاء شديد زي ما بفهموش هذا ليش طيب قال لك الإنسان في تلك الأحقاب كان لا يميل إلى مقاربة الوجود تصنيفيا بل تقسيميا بمعنى إيش تجزيئيا بدل ما يقسموا يحطوا إيش في مجلات مجلات رتب رتب مجموعات مجموعات لا كان يجزئه يعني هذا غراب يبقى غرابا ولا أراه إلا غرابا ما برهوش شيء ثاني إنه حيوان اسم الغراب هو غراب هذا الغراب أنا لا أحبه يضرني في مزرعتي لا أستطيع أن أكله ما فيش منه فيدي خلص غراب السمكة أستطيع أن أكلها يقول فيلن قال يتعاملون تجزئيا لماذا؟ لكي يستعملوا الأشياء مقاربته استعمالية عملية مباشرة بقدر آكله سمك بهمني هذا سمك انتهينا غراب لا يصلح للأكل ويستفاد منه ويبقى غرابا فاش عنده أشياء أوسع من هيك يعني أناني هذا الإنسان تقريبا يدور حول حاجاته الحصرية البسيطة العالم بطبيعته مفكة لا يكون أناني ولذلك يبحث في أشياء ومسائل وغضيع عمره في أشياء مش هيستفيد منها بشكل شخصي ولما صحيح بس حيشبع فضولا معرفيا عنده أنه يفهم العالم يحاول أن يخلع على العالم معنى 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 معين عبر نظرياتي عبر الموديلات النظرية اللي يحاول يفهم العالم فيها من زواج جديدة وهذه وظيفة النظرية سواء علمية أو غير علمية خيلوا هم لم يكونوا يعرفون هذا أيضا كما لاحظتم كما لاحظتم كانوا لا يحسنون استخدام المنطق اللي يجوك يعني في ماذا؟ في أي تفكير تجريدي ما عندهم مش قدرة على التجريد أصلا فاضنا عن استخدام المنطق في التجريد يفشلون في هذا تماما ثالثا وأخيرا هذه الثلاثية جيمس إفلين ثالثا وأخيرا كانوا يا إخواني لا يتعاطون مع الفرضيات جديا يعني افرض هيك ما هو افرض؟ مفحن مش هيك طب افرض أنك أنت الله خارقك أسود كيف خارقني يا غبي أقول لك؟ وفعلا قال أنا مرة في لن أبي قال لي هذا قال أبي هو إيرش يعني إيرلندي ومولود في آواخر الثلاثة 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 وقال شوي ما كان عنده يعني أي حب للآخرين هو قصد السود يعني عنده النزعة العرقية هذا الغربي كان للأسف الشديد هذا العار هذا عار يحمله بعض الناس إلى اليوم شوف الإسلام من أول يوم إن أكرمكم عند الله أتخاكم هذا عار قال دخلت عليه في الخمس وخمسين وغير يفعل هذا وطبعا في أيام مارفل لوفر كينك داعية حقوقها الإنسان الأسود وحقوقها الأخير الأمريكان الأفريطاني قصة فقال بعد دخلت وقلت له يا والدي يعني أنت ليش نخنى الموقف هذا المتنطع غير متعاطب مع السود افترض نفسك وقد استيقظت ذات صباح وأنت أسود قال أغبى الشيء سمعته منك في عياتي لا يمكن قل أن يحصل هذا إن أستيقظ رجعني أزود كيف طب وأنا قلت لك حتى لك حالك بنقول لك افترض ما يقدرش غباء فيه غباء شوف هذا أبو يحكي عن قريه ما يقدرش حط نفسه في موضع الآخر الآن أعتقد أنكم فهمتم رسالتي أنا عندي سلسلة خطب ومن زمان بسنين أتحدث فيها دائما لكن كل مرة من منظور جديد بأمثلة جديدة عن ماذا؟ عن المشروطية ولا من صحيح؟ وكثير أنا أعتمد هذه المقاربة دينياً وأنا أؤسس للمشروطية الدينية طبعاً من نص الدين القرآن والسنة ويجيب آيات وأحديث وأشياء وطبعاً ننوّرها ببراهين وأدلة ومقاربات واستبصارات من علم النافس ومن علم الاجتماع ومن أشياء كثيرة هذا موضوع المشروطية لذلك لو قيل لي أنت يا حدنى نفسك إيش أكثر مقاربة تعتمدها وتود أن يعتمدها غيرك من المتحصبين والمنغلقين والعاجزين عن انفتاعها الآخر حقول لك مقاربة ماذا؟ مقاربة افرض نفسك مكانه يعني مقاربة تبادل الأدوار أنت اليوم تعصبوا هذو الكفار وكذا نبدأ بالأطار الدين الإسلامي أنت مثلاً شيعي كاره الوهبية والسنية وشعب افترض نفسك وهابية شيعي وإياك تفهمني أنك أنت ولدت وفي جيناتك حب أهل البيت وهذا طبعاً شرف أنت حب أهل البيت محمد عليه وسلام بس أنت ولدت في بيئة شيعية ومن يوم ما ولدت لليوم تتغنى بحب أهل البيت وتبكي عليهم ولو ولدت في بيئة غير شيعية لأننا أفترض أنت تقول وهابية بيئة وهابية ستكون مختلفاً ستكون مختلفاً ونتنظر إلى الشيعة نظرة هي النظرة الآن المعروفة والعكس صحيح ما يجينيش وهابية يقول لي الشيعة الروافض ولاد كذا كذا الزنادق قاعدة الإسلام الفرس أقول له بلدك كلام فارغ كلامك لا وزن له عندي ليه أقول له افترض نفسك هل أنت خلقت نفسك وهابية اخترت نفسك وهابية أنت لقيت نفسك وهابية يا رجل فك عني وإننا السنة مثلاً فينا الحنابلة والشافعية وكذا بحسب الجرافية وإن ولدت بتلاقي نفسك سنة على طريقة معينة إياك تتبجح وترفع راش وتعمل لحالك بطل كلام فارغ لا يوجد أي وزن الوزن للمقاربات التي ترعى المشروطية هذه المقاربات الإنسانية الذكية المنفتحة قل لنفسك أنا لو ولدت في النجف مثلاً ولا في أي بلد شيعي كيف كنت حقون قطعاً حقون شيعياً مثل أي شيعي تبك شيعي نمطي أكيد تماماً ولا فضل لي في هذا إن كان فيه فضل فالفضل للمجتمع والجغرافية الفضل لقطعة الأرض هذه والمجتمع اللي فيها هذه أهم مقاربة طبعاً نأخذ مقاربة بعد تمثيل هذه المقاربة أوسع بين مسلم ومسيحي مسلم ويهودي مسلم وبوذي مسلم وهندوسي مسلم وماركس يعيش كان في تحديد السابق أقول لك نفس الأشي افترض نفسك وللتأي فيه تلك الرقع مثلاً الفلانية في تلك الدائرة الحضارية مثلاً الهندوسية ما ستكون أكيد هندوسي أكيد ستكون هندوسي وأعتقد بالهندوسية وكما أخذت لكم غير مرة بدليل من الناس الهندوس ناس بيأخذين جائزة نوبل وهندوس يعبد البقرة وما يأخذ نوبل ولا ما الصحيح غاندي يعني مش إنسان عظيم مش عقل ضخم جداً جداً مش شخصية هائلة طبعاً هندوسي وقدس البقرة ولا ما الصحيح موجود هذا وفي البوذي واليهودي والمسيح مسألة معقدة لذلك واحد يقول لدي إيش بدك فإنت فعلاً بتخوف في زنديق وكأنك بدك إياً نكفر أو لا أبداً لا والله أنا لو بدك أكفر كان أنا كفرت أعوذوا باللهمي أسألوا الله أن يحفظ إيماناً حاشاً لله بس بديك تكون مرن وذكي وما تأخذش دور الله بديك ما تلعبش دور الله عز وجل هذا دور لله الله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون والله قال في صوت الحج قال هيك المؤمنين واليهود والنصارى والمجوس والذين أشرقوا إن الله يفصل بينهم يوم القيام مش أنت لتفصل وانتبع على فكرة قد هذه قاعدة يا أخواني حين تتحدثون عن الله تبارك وتعالى صدقني يمكن أن تتحدث عن الله ويمكن أن تتحدث حتى بلسان الله قال الله تعالى طبعاً قرآن بس انتبه دائماً تحدث كما تحدث القرآن تحدث حديث القاعدة مش حديث التفصيل وحديث التطبيق يعني كيف يعني لو قلت الكفار في جهنم وكل من كفر في جهنم أنت صادق مئة في المئة ولا يستطيع إنسانا آخر يرد عليك كلمة واحدة بس الآن هل هذا العبد الفلاني اللي هو مسيح يهود يبوذ هل هذا هو الكافر اللي الله قال عنه كافر هل هذا عند الله هو الكافر اللي بتخوش يجهنم هو كمخنع طب هيا يدخل في الدين يقول لا لو دخلت في الدين بفقد مصالحي بفقد بعض الشهوات يغضب علي زوجتي يغضب علي قومي لا أريد هذا كفر هذا كفر بالحق إذ جاءه هذا كفر بالإيمان هاي الكافر تبين هنا قاعدنا نطبق انتهي بتقول هذا حسب حاله الأرجح لو مات على هذا يكون هلك الأرجح لكن يبقى أمره إلى الله لماذا عرفني أنا ممكن هذا الرجل في عنده عقدة نفسية أو عقلية تجعله معذرون عند الله ملتاث في الداخل من يعلم مننا إيش داخل هذا تعرف أكبر رغوز هذا هو أكبر نحن الآن نتكلم وبنتشاوف هنا نتباصل وبنسمع بعضنا والله العظيم كل واحد فهل بطيخ هذا عنده شي عالم لا أعلمه إلا الله فهل بطيخ هذا فيها عقد وفيها ظلام وفيها نور وفيها مشاكل يعني الآن وأنا بتكلم هيك ممكن واحد شخص كل كلامي هذا ما سمعوش ومغيوض من كربط وفكر فيها الكربطة الصفر ايش تعملوا هذا مسكين هذا هو أنت بتتكلم فلسف وعلم دين ولا على باله واحد ثاني جاعد هذا اللي بيطلع في الروتان روتاني وليد بن طلال بحطوه فلوس صار عنده فلسو كثير وأنا ما عنده شي فلوس يلا أنا مريض مريض مسكين البشرة هكذا أنا أفهم هذا عيش هذا بحاول أفهم هذا دائما في حياتي ولذلك لذلك منظورك بيكون أوسع وأكثر مرونة بتقول دع الخلق للخالق كل واحد وبطيقته حر ما أحد يعرفه إلا الله اجدخلني أنا ما كيش يفتر بعلش فيها الله لحيطلع كل شي فيها وقال لك يوم ما يتبلع السرائر حيطلع كل إشي في الدنيا لا تبلع السراية ولا تبلع ما أحد يعرف بتشوفوا أنت وبتباكي وكذا مش عارف حقيقته أنت مش عارف سريرته ويعطيك من طرف اللسان حلاوة والله قال قال ما صحيح ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الله قال لك فينا الزهيب يقول لك والله العظيم أنا كذا كذا وبحب لكم وبكتك واقسم بالله الله قال لك كذاب مش أنت اللي بتعرف الله اللي بتعرف قال لك وهو ألد الخصام هذا الدنيا فعشان هيك خلي مقاربتك إيه كما قلت لك واسعة كيف واسعة اعتمد الحديث عن الله وبلسان النص قاعديا القاعدة هيك هيك التطبيق ما ليش علاقة به التطبيق على مين على الله هيك بتفهم القرآن لأنه القرآن بطلع متناقض إذا لم تفهموا بهذا الطريقة بطلع متناقضا كيف متناقضا طبعا في آيات بيقول لك الكافر راح في ستين ده الكافر في جهنم الكافر كذا وفي آيات بيقول لك والذين أشرقوا وانتبهوا الله اللي بيفصل بينهم يقول لي فصل إيه بل الحكاية واضحة مش واضحة من قالك واضحة على مستوى القاعدة الأمور إيه واضحة على مستوى التطبيق مش واضحة بالمرة معقدة وبدها قضاء عادل لا يخدر عليه إلا رب العدل لا إله إلاه والله العظيم أنا أقول لك لو الآن يخيرني الله يقول لي يا عبدي هل أنت ترغب أن يحاسبك محمد حبيبك ونبيك اللي بتعشى تقولوا لا أعوذ بالله لا أرغب أن يحاسبني محمد محمد لا 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 طبعا من باب أو لا ولا أبوي ولا أمي هذا طبعا أقول لك ولا أنا أحاسب نفسي كمان لا أنت بس تحاسبني يا رب لأنك أنت أعلم به حتى من نفسي يمكن أنا معذولش حالي يمكن أنا أقول لك لا العدل بصراحة أن أؤاخذ بهذا الدم أنت تقول لي لا أنت ترى هذا بس أنا يا عبدي أنا عارف إيش أساس عقدك اللي خلنك ضعيف في هذا الموقف وتصرفتيك أنا عارف أنت ما بتعرف اذهب غفرته لك سأقول له أنت وحدك لتحاسبني لذلك دعوا مال الله لله يا ري تتعلم أهل الدين هذا الشيء والبشر وكل مسلم تقل كل واحد ولي وعارب بالله دعوا مال الله لله لا تتدخلوا فيه وتكلموا على مستوى القاعدة تكلموا على مستوى هي القاعدة طولنا عليكم نرجع كنا ننتهي إن شاء الله تقيا قضية الإنقراض الحيوي موضوع أنه كيف الإسلام أسس لهذه العقلية طبعا واضح الإسلام علم أهله وأتباعه وعقلية التصنيف التصنيف الواسع الإنساني بشكل كما قلت في الخطبة الأولى قال كل هذول البشر وهم أعراق مختلفة ألوان مختلفة ألسنة لغاتها مختلفة وأديان وأفكار ومعتقدات ومنتحالات مختلفة قال بس فينا إيش هم من أب وهم هم إخوة إيش هالتصنيف هذا إيش هالقدرة على الجامع هذه هذا مش قادر يفهم الأفندي هذا تبع لوريا إنه السمكة والغراب في زمع مشترك بينهم قال لك على الإطلاق أتقول ما فيش بالمر مفيش أي جامع مشترك والقرآن يقول لك البشر كلهم إخوة رغم اختلاف كل ما ذكرنا إيش هالقدرة هذه مش هيكوا بس وزي ما حدستكم أنت مصلم من أصحاب النبي ونصرت الدين وجهدت الله قال لك انتبه ليس من بطن أمك ويقول لك مين لا أوبكر وعمر أمثالهم الصحابة الأجلاء أنا أخبرت أصحابة طبعا يعني ليس أوبكر وعمر أصحابة زي أوبكر وعمر والإثمان وعلي وكذا أم وعاذ وجابر يقولوا منتبهوا إياكم تأخذوا في حالكم مقلب وتتبجح لا أنا الهديتكم وأنتم بارح إلا قليلا طبعا ما كنتوش موحدين وما كنتوش عارفيني ولا عارفين طريقي كنتو تعبدونا الأوثان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم معناها المقاربة لأنني أرىها اليوم في القنحة والعشرين أعظم مقاربة لضرب الإنغلاق لمحاربة ومناجزة الحصرية بسيف إدراك المشروطية القرآن أسسها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فتبينوا الله يقول للصحابة هؤلاء العمل هذه ليس من يوم يوم كنتم أولياء لي وموحدين بالأمس القريب كنتم مشركين مثلهم صح ولا ها قد صرتم موحدين ولله الحمد والمنى ولا تمنوا علي إسلامكم في الحجرات با الله يمنوا عليكم أنا هداكم إلي من هم كنتم صادقين تمام ها في واحد يتمنى على الله يعني أنا مسلم موحد بدأ أطرب العالم بالذر لأني مسلم لا 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 ما تتمنن ما تتمنن وأي واحد ممن تراهم على غير دينك بل أعداء لدينك يمكن بفضل الله أن يصبح ماذا من أكثر أنصار هذا الدين صدقا وأخلاصا وفهما وأحسن منكم مني ولا مالصحيح معناها مقاربة ماذا ماذا لو كنت مكانه ماذا لو كان مكانك افترض أن يكون مكانك ممكن ولا مالصحيح وماذا لو كنت مكانه القرآن يقول قد كنت مكانه ما تنساش هذا أنت كنت مكانه كذلك كنتم من قبله تعرفوا هذا الكلام الحالي بشيء عجيب جدا وجدت وليس الآن حين كنت شابا يافعا وكنت أعيش في مجتمعات عربية تقليدية طبعا تعرفون إسلامية وأرى فيها وذور التطرف شما عب سمو جمعة التكفير والهجرة وكذا ونقشتم يعني كان بالنقاشات وحوارات ونسمع ونشوف فرحصت شيئا غريبا فيما أذكر معظم إن لم يكن كل لكن خلينا نكون علميين معظم هؤلاء التكفيريين المتنطعين المتزمتين ماضيهم غير مشرف بالمرح معروفين للناس بتشوفوا الماضي تبعهم سكرجي زنوي حراني سراك سرسري غضيب والدين حاق والدين حالته زي الزفت حشع تحتين الله ده الحمد لله بدان ما يهدي انتبهوا بس هو أنا أقول لهم أنا بعدمش عليهم يمكن مش يمكن بصراحة 99.9% ما سمعوش واحد يقول لهم هذا الكلام الذي أقول لكم الآن ما سمعوش كل مرة أنا ما سمعتوش كلم هذا كلامي هذا المشروطية والله ما سمعتوه من أحد سبحان الله غريب يا أخي عنا فقر روحي فقر روحي إلى ما رحمه ربي طبعا للأسف على كل حال ما سمعش واحد يقول له ها الكلام هذا فهو ماذا مسكين نحى مباشرة إلى نحو شدة العباد الشدة على الناس لا يتساهل مع شرب سيجارة يا أخي انتوا كنت شاب خمر والسيجارة مختلف فيها يعني ما فيش عليها إجمعنا محرمة ناس حرموها ناس كرهوها وناس أباحوها ولا ما صحيح وفيه علماء كبار وأفاضل يعني زي الشيخ الشعروي كانوا بدخنوا سيجارة يعني أحسن منهم أفهم منهم لا السيجارة هاي بدخلك فيها في جهنم وأنا سمعت بعضهم وأنتوا سمعتموه يقول من مات وهو يشرب السيجارة هذا والعياذ بالله من أهل النار والهلاك لماذا يقول وتفلسف لك عاد بالشي اعتبعتو لأنه شرب السيجارة نعم صغيرة قد يكون صغيرة ولكن الإصرار عليها يعتبر كبيرة ومن مات مصرا فوضعه خطير جدا يا رجل صغير عند من رأها صغيرة وعنده فتوى هو إلا يمكن ألوم على مسلم يشوف الشيخ الشعراوي يدخن يدخن الشعراوي يدخن المفسر العارب بالله الرجل الصالح وأنا مدخن يدخن إذا اقتنعت أنها حرام أنتوا حر وأحسن تقتنع حر على كل حد هو في سيجارة سيدخن سيخرب بيتك بسيجارة لكن هو كان يزني ويسرق ويشرب الخمر ناسي هذا كله أنت بتستغرب كيف طيب بالذات أنت يا من تعرف ماضيك ونعرفه أولى الناس وأحرى الناس أن تكون ماذا أن تكون رحيما وواسع المنظور وتقول لا يا جماعة ما هي حرفنا طب شوفوا حالي أنا كيف كنت والحمد لله إن شاء الله أكوني الآن إن شاء الله صرت في طريق رضى الله وقرباه عز وجل فلا تأخذوا الناس لا تشتدوا عليهم تلطفوا بهم أحسنوا عليهم جاملوهم لا ينوهم لا تخاشنوهم عسى الله أن يهديهم ما في شيء زيك شفت هذا منطق مهلك هذا منطق مهلك على كل حال حديث الوالد لأجل النبي يا رسول الله ائذن لي في الزنا شفت كيف النبي عالجه بمقاربة ماذا لو كنت مكانه بتحبه الأم تقال له شعر البدرك أنت تسمع الكلم هذا أنا أحب أقوله حتى يعني شعر البدن مخيف مجرد التخيل بهزك بتكتزني انت فرحان تكتزني ترضاه لأمك قال له انت تجن لما تسمع الكلم هذا تخيل أمك والعياذ بالله يعتدى على عرضها تجن لا يا رسول الله قال له وكذلك الناس لا يرضونه لأمك صلى الله على معلم الناس الخير هذا الحديث المحاق إلا أن يكون الرسول قال له هذا تعليم محمد ترضاه لأختك ترضاه لخالتك لعمتك لابنتك وكذلك الناس وكذلك الناس كفى يا رسول الله ادعو الله لي قال اللهم حصن فرجه وثبت قلبه إلى آخره واغفر ذنبه قال والله لقد دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلى قلبي من الزنا كيف عالج النبي بأي مقاربة مقاربة ماذا لو كنت ما كانه بتحب تزني في إيه انت إيه بنت الناس بنت فلان كيف لوزن هو فيك بتحب يزني في بنتك وأمك وأختك تجن انت قال لك خالص انتهينا انتهينا يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي هذا دينه هذا قرآنه مقاربة ماذا لو كنت مكانه هذا العقل الإسلام النصوصي عقل القرآن والسنة ألا يبني عقلا ذكيا ألا يبني عقلا جبارا شاسعا ألا يبني عقلا كالعقل الذي لاحظه جمس أرفلين اللي دائما بعطي قاعد إيه تطور في معدل الذكاء تبعه طبعا وقد بنى وفعل لكنه ليس عقل المسلمين اليوم المسلم العاجز تشوف إيه أقرب الناس إليه في الدين والملة من أهل لا إله إلا الله عاجز أن يراهم مسلمين ما رأيك؟ ولا يراهم إلا كافرين استحقون خرود في نار جهنم ولعنت الله عليهم اليوم الدين ما هذا؟ هذا عقل غبي مسلم هو بس غبي مسكين أختم الآن بآخر شيء وهو دليل مادي بأيديكم يا إخواني من انطوع نفسه واكتفى بذاته وناجأ نفسه فقط انقرض الإنغلاق ليس بس مسبب ومولد للجريمة والعنف للانقراض للانتهاء كيف؟ الدليل أيها الإخوة من العالم الحيوي تسمعون أكيد بالفهود التشيتا الشيتا نحن نسمع العرب شيتا تشيتا فهود الشيتا أو التشيتا أجمل الفهود تقريبا على وجه المعمورة وأسرع الحيوانات على الإطلاق أسرع حيوان هو أي فهد؟ التشيتا تبلغ سرعته بيئة كيلو متر في الساعة ويتسارع من صفر إلى سبعين في ثانيتين تقول بي أنت بليو شيء رهيب هذا ومتكيف بجماله طبعا هذا الفهد متكيف عضويًا لهذه السرعة الفائقة ولكن مأساة فهود التشيتا الآن أنها تنقرض والعلماء لحد الآن مش عارفين كيف يعكسوا هذا الاتجاه بحيث أنها تتكاثر ولا تنقرض جاهد تنقرض فهود التشيتا تنقرض ويحاولوا ومحميات وكذا وتنقرض أنتم كنت تفترضوا أن تنقرض حيوانات إبسال الصيد وأن مآوة التكاثر ومآوة الغذاء تتقلص ما دائما؟ طبعا هذه أسباب مهمة بس مش هذه الأسباب الرئيسة الآن اعملها مآوي كم تريد أتح لها كل أسباب الأمان وممنوع واحد يصيد منها فهدا واحدا ستنقرض ويتنقرض إيش رأيك؟ تنقفش فيدي تنقرض في المحميات تنقرض تعرفوا ليش؟ حنشوف ليش تنقرض هذا موضوع هنا موضوع الخطب اليوم بالزبط كما ينقرض هؤلاء الذين كتب عليهم الانقراض أجو العلماء في الأمر مش فهمين وتنقرض من قرونهي قاعد طبعا تنقرض من قرون يعني كان الملوك العثمانيين السلاطين والملوك في أوروبا يجيب 200-300 فهد جيتا يتناقص عادت باستمرار أفروض يتزايد ولم الصحيح يوجد تناسل يوجد تناسل لا يتناقص يتناقص بعدين خلاص يبدأ 200 وبعد فترة لقد أصبح عنده 70-80 لماذا؟ لماذا؟ بدلاًا يزيد لا ينقرض وعنده الملوك عايش عيشة الملوك ينقرض هناك مشكلة الآن مشكلة حقيقية أي سببها؟ الله يبعث لنا درسا من خلال عالم الأحياء يا أخواني جاء العلماء علماء الوراثيات الجزائية وظلهم يدرسون سنوات طويلة عقود في الأخير وضعوا أصبعهم على سر المسألة في أهل التجارب قام بها عالم مشهور جدا براين مع جماعتي وفريقه البحثي أتوا بعينات من خمسين فهد شتاء وكانت النتيجة الصادمة أن الخمسين العينة كأنها عينة واحدة يعني كأنهم أخوذها من فهد واحد فقط لماذا طيب؟ التباين الوراثي تقريباً ما فيه التباين الوراثي ما فيه أنت أخذ أي حيوان أخذ أي حوان تريده مثلاً القرود أخذ عينات من عشرة قرود كل ما تكثر العينة بيكون أكثر وأكثر حتلاقي أنه فيه تباين وراثي لما تقرأ أنت إيه اشتتابعات هالقواعد في الـ DNA حتلاقي فيه تبايونات هذا يسموه التغاير أو التباين الوراثي عكسه تماماً وهو كارثة في حق النوع معنا النوع حينتهي لما يكون فيه اشتماثل تماثل إيه وراثي وتباين نحيف وضائل فش تباين كأنه كل فرد أحد مصيبة سينتهي هذا الفرد سينقرض أعتقد أنه هيك رسالة تكون وسطة المهم لقوا أنه كأنه فهد تشيتا واحد مش فهود خمسين وطبعاً غيره وغيره فأدركوا أنه أنه هذا هو سبب انقراض تشيتا ليش؟ لما فحصوا المنويات سبيرماتعت الفهود ذكور الفهود هذه وجدوا أنها بالقياس إلى منويات القطط الأخرى البكاتس يعني الثانية مثل النمو والأسودة هذه القطط الكبيرة يسموها القطط الكبيرة هذه يا إخواني أقل من تلك بنحو تسعين في المئة خير؟ عندها عشرة في المئة فقط كمية إنتاج المني بقارنة بالقطط الكبيرة الأخرى عشرة في المئة عشان هيك هذه عقيمة تقريباً صارت لا تنتج ومش هيك بس وعندها عشرة في المئة فقط وفي العشرة في المئة سبعون في المئة حيوانات مشوهة يعني برضو كلها إيش يوزلس بلا فائدة لا تفيد علشان هيك هي تتوالد تتوالد بما في الشيء نسن بعدين يولد لها يموتوا الأطفال يموتوا بالعجل موتوا فأول أشهر يموتون 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 تنقرض ليش هذا صدع العلماء في الأخير حتى أختصر وجدوا أن السبب سيناريو هيك معينة سيناريو سيناريو معينة أنه قبل تقريباً نعشر ألف سنة صار فيه كارثة كارثة انقراضية لأنواع كثيرة بما فيها فهود تشيتا فهود تشيتا لم تنقرد بالكامل خرج منها مجموعة من عنق الزجاجة كما يقال طلعت للعلم هذا لكن هذه المجموعة القليلة للأسف لأسباب لا نعلموها ممكن لخلتها القليلة وانحصارها أو انعزارها جعلت تتوالد مع نفسها فقط طبعاً لأنه لا يوجد إليها فإذا افترضنا أن نجي مثلاً عشرين ألف الآن على فكرة هي وانت عيش هذه تشيتا في أفريقيا وغرب آسيا فقط فوضة تشيتا كيف في أفريقيا منها؟ موضنها الأصلي من عشرة إلى خمستاشر ألف فقط فقط عادة قليل جداً 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 هذا ممكن تنقرد عادي يعني عشر سنين تنتهي بالكامل تنتهي كل شيء تصبح من التاريخ تصبح كما نقرد ألوف الألواع الأخرى فإعادة قليل نجا منها ربما بضعة بيئات أو بضعة آلاف طبعاً مضطر أن يتأيه يتكاثر داخلياً هذا يسموه الاستيلاد الداخلي inbreeding في علم الأحياء inbreeding عكسه إيش الـ out breathing إيش inbreeding أنه المخلوقات أفراد المخلوق أو في هذا النوع تتزاوج داخلية مع أقربائها المتاح هتقول لي زواج المحارم بالضبط زواج المحارم والآن هتفهموا علمياً وراثياً لماذا الأديان السموية حرّمت زواج المحارم زواج المحارم الاستيلاد الداخلي خذوها قاعدة عارفة أنا أعطيتك المفتاح الآن أنت الآن هتقرأ عن عشرات الأنواع أنواع من الفئران أنواع الأسد على الفكرة الأسد مهدد بالانقراض الآن للأسف اللين هذا مهدد بالانقراض نفس السبب عن أنواع من النمور نمر فلوريدا مثلا ينقر ضياعته المهم خش على قائمة أنواع المهدد بالانقراض كثير جداً من هذه الأنواع مهددة بالانقراض بالسبب ذاتي ما هو الاستيلاد الداخلي أنوا بتزوجوا مع أقربائهم مع أقرب أقربائهم مع الأمهات والأخوات والعمات والخالات داخلياً ليس مع الأباعد أو الأغارب ليش يا أخواني تحلمون دائماً كل صفة من الصفات عننا لنفترض مثلاً صفة أيش الشعر لون الشعر الجعودة نعومة الشعر لون العينين أي شيء كل صفة لها أليلان الأليل تعرفوا الأليل عندك كرموزوم مقطع من دي أني هذا يعطيك الصفة نفترض عند الأب ممكن تكون سائدة بعدين عند الأم نفس الشيء مقطع مناظر الكرموزوم المناظر تماماً لنفس الصفة قد يكون ماذا؟ متنحياً ريسي سيف هذا يسمونه الأليل برضو فكل صفة لها أليلان إذا اجتمع ريسي سيف مع الدومين مبادئ الورثة ترسناها في الثانوية يظهر مباشرة أثر ماذا؟ أثر السائد يختفي المتنحي السائد مثلاً اللون هي تكون عسلية أو سوداء المتنحي تكون زرقاء خلاص آ كبيرة مع آ صغيرة تطلع اللون سوداء أو عسلية جميل لكن نتبه لا يظهر أثر الصفة المتنحية ريسي سيف إلا إذا اجتمع أليلان يعني آ آ إذا أجد اثنين ما سيصير؟ العيون زرقاء مثلاً أو الشعر كذا هذا المبدأ في الورثة جميل الآن في كل المخلوقات يوجد عندك أليلات أو ألاء المتنحية جزء من هذه الأليلات المتنحية متطفرة يعني أصابتها في غابر الأزمان من ألوف أو عشرات ألوف أو حتى مالين السنين طفرات شوهتها هذه الطفرات معظمها ضار في الإنسان أكثر من سبعين في المئة الطفرات ضار وقاتلة فيرتول يعني مهلكات لكن هذه الطفرات تكون هنا على الألائل المتنحية طالما فيه سائد ما فيش مشكلة بضالها مختفة لكن موجودة هي كامنة إذا اجتمع متنح مع متنحية تأتي الكارثة تأتي الكارثة تشوهات خلقية تشوهات وراثية شدوذات شيء فضيئ ما أكثر شيء يسبب أن تجتمع الألائل المتنحية زواج الأقارب زواج مع بناته مع عماته مع أمهاته مع الأبام أو مصيبة ليس في الإنسان فقط في الحيوانات في الحيوانات اللي عندهم مواشي بربوهن وعندهم خبرة طويلة يقول لك هذا معروف نشوفه إذا بصير فيه زواج داخلي دائما تأتي عندك حالات شاذة من أبشع ما يكون حالات تراؤتكية مأساوية حيات ويسموها الهبوط بالاستيلاد الداخلي لكن هناك هبوط انحدار واضم حلال وتلاشي بسبب الاستيلاد الداخلي أعتقد الفكرة أصبحت واضحة هذه الفكرة درس إلهي كونه طبيعي من أجمل ما يكون يقول لنا كذلكم في عوالم الفكر والأفكار والثقافات الذي ينغلق عن نفسه ولا يسمع إلا نفسه وقال الشيخ وقالت الشيخة وقال هذا وقال بعضنا دعمها ننقرض بصير فكرة ضعيف تعبان يراكم مشاكل وشذوذات أيها لهم من أبشع ما يكون ويوم ما تعرضوها على العالم العالم يصعخ يقول لك في ناس بتفكر بالطريقة البشعة هذه أعوز في الله وانت تقول تبّل لكم عليكم اللعان هذا دين هذا فكري هذه هداية السماء ولك السماء انت هذا اللي فاهم ويهبل وانت حاط رأسك فيه هذا أنا هذا تراثي ما هو هذه المشكلة تراثك من 1400 سنة ما غيرتش فيه أنت ما غيرتش من كلام بفلان وفلان من الأمة والعلماء وتفكروا صح مطلق وما سرتش مع الحياة وتطوراتها وشروطها وتغيراتها ومسكة على حالك في المساجد والجماعات الإسلامية تبعتك وفضائياتك ومش حاول تتواصل مع العالم فجأة ستلاقي نفسك انت صرت خارج العالم العالم يتقدم يتركك خلفه ستنقرض يعني قصد فكريا وثقافيا والعقص صحيح تماما لما تنفتح على العالم وتعمل تبادل أفكار تعمل تثاقف تشوف إيش عندهم إيش عندك يتعير أفكارك باللي عندهم يتعير أفكارهم باللي عندك وباستمرار هكذا وطبعا إياك إياك تظن أنك دائما ستكون إيش على المعطي وهم الآخذين أو أن يكون هم دائما معطين وأنت الآخذ ليس صحيح بالمرة مرة أنت تعطي ومرة تأخذ ومرة هم يعطون ومرة إيه يأخذون هذه طبيعة مثل الاستيلاد الخارجي أو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا جعلنا مفاتيح الخير مغاليقة للشر برحمتك يا رحم الراحمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك ساميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أوصيكم نفسي الخاطئة بتكوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذلكم وأحذن نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخنق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعل لهذا الجلال لا إله إلا هو كل من أخطأ أيها الإخوة هذا المعنى تنظيرا وتطبيقا وممارسا وقع في باب من أبواب الوثنية فالمتعصبون المتحمسون وربما عن حسنية الذين يريدون أن ينمطوا العالم فيصبقوا بصبغة واحدة يلونوه بلون واحد يدينوه بدين واحد الإسلام مثلا وثنيون هؤلاء ليسوا أقرب إلى الله ولا أكثر تعبدا ولا أكثر معرفة بالله على العكس تماما إنهم بعداء من معرفة الله إنهم بعداء من معرفة الله أبعد ما يكونون عن أن يعرفوا الله حقا هؤلاء وهم يحاولون أن يرغموا العالم أن يصبوه في قالب التوحيد لله يمارسون الوثنية مفارقة قرآنية عجيبة إن صح هذا الفهم وهذا الاستنباط من كتاب الله فهذا عجيب جدا وهو صحيح بلا ريب لأن هذا الكتاب هو الذي أخبر وقرر وأكد بأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لنختلف ولذلك خلقهم وقال لأن أحدا من هؤلاء التنميطيين التوحيديين الوثنيين هذا توحيد وثنية وليس توحيد إلهية لأن أحدا من هؤلاء قد يخطر على بال منه فيقول نعم هو لذلك خلقهم ولكن نحن غير ملزمين بأن نسير مع الإرادة التكوينية للرب لا إله إله هذه إرادة تكوينية نحن نريد أن ننمط العالم وأن ندينه بدين واحد ونعبده لله بمعتقد واحد متابعة لما نفهم من الشرع والإرادة التشريعية رد الله عليهم وأكذبهم وخطأهم بقوله ولا يزالون مختلفين ستفشل الله يقول لك إنك تحاول المستحيل إنك تعاندني أنا خلقت هذا وأريد استبقاءه وأريد استبقاءه التأمل في الفطرة البشرية التأمل في الأحوال البشرية في الشأن الإنساني التأمل فيه كفرد فيك فيها كل مننا فليتأمل في نفسه يدرك أيها الإخوة يدرك أن هذا التقرير الإلهي لهذه السنة الكونية ومجارات التشريعي للكون فيه يتواءم تماماً ويتسق ويلتأم بالفطرة الإنسانية كما قلت لكم غير مرة أحبابي أخواني وأخواتي الإنسان يختلف حتى مع نفسه الإنسان من فترة إلى فترة من زمن إلى زمن طبعاً هذا الإنسان الحي لا أتحدث عن الأموات وأكثر الناس أموات لا يتطورون لا يتغيرون قطع حجارة يتعلم كلمات وهو صغير ويبقى عليها إلى أن يلقى الله هذا ميت لا نتحدث عن موت نتحدث عن الأحياء البشر الأحياء الذين كما تنمو جسومهم وكما تستدعي هذه الجسوم أغذية متصلة ومتنوعة غيتمينات وكربوهيدرات وبروتينات وغيره وغيره أيضاً تنمو عقولهم ونفوسهم وأرواحهم وتستدعي أغذية مختلفة ألواناً من الثقافة والمعرفة العلمية والأدبية والفلسفية أيها الإخوة لأنهم بشر لأنهم بشر وهذا مختضى الروح مختضى البشرية أن يلون الإنسان وأن يعدد أغذيته المواد التي يعتمدها روحاً وبدناً روحاً وبدناً أو نفساً وبدناً على كل حال هؤلاء لن يفهموا للأسف هذه الحقيقة هؤلاء الأموات أما الأحياء أيها الإخوة فيفهمونها تماماً من خلال تجربتهم الفردية أتناقض مع نفسي من فترة إلى فترة من حقبة إلى حقبة من دور إلى دور بحسب نمو العقل والفكر والثقافي إذن خطة التنميط والتوحيد والقولبة وصياغة البشر في قالب واحد خطة غبية وهي مستحيلة هي مستحيلة ولا يمكن أن تتم ولا يتأتى لها أن تتم إلا بذبح البشر ولذلك كما حدثتكم غير مرة كل الهواجس المجنونة للشموليين الكليانيين عبر التاريخ الذين أرادوا أن يوحدوا وينمطوا العالم انتهت بمجازر مروعة ذبح عشرات الملايين من البشر لا تحدث عن عشرات الألوف ولا مئة الألوف عشرات الملايين أقرب الأمثلة ماذا فعل ماوتسي تونك ثورة ثقافية قلون في الصين ملايين البشر لإرادة التوحيد التنميط الإلجاء إلى خطة فكرية واحدة مسار فكري موحد ماذا فعل ستالين في الاتحاد السوفيتي السابق وأمثال هؤلاء ليسوا قليلين دائما تنتهي بالمجزرة تنتهي بالمذبحة تنتهي بالمذبحة الحمد لله العالم اليوم انتهى إلى قناعات تعتبر متطورة وراقية جدا أتحدث عن العالم الغربي بالذات راقية جدا من أرقى ما يقوم وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى رداً على الملائكة إذ استفصلوا هو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون بحسب الدراسات المتخصصة إخواني وأخواتي فإن ثلاثة أرباع الصراعات والنزاعات بين البشر لها أصول ثقافية وفكرية طيب وين السياس والمصالح؟ موجودة ليست الأكثر ثلاثة أرباع الصراعات والنزاعات بين البشر ذات أصول فكرية وثقافية بسبب أنك تختلف عني لغة ودينا وثقافة ومعتقدا وعرقا أحيانا أيضا لذلك أنا أذبحك وأنت تذبحني لا وجودة لا مكان لعرقين عرق واحد فقط النقي الدم النقي أيها الإخوة لا وجودة لذينين دين واحد فقط الدين الحق ومن عداء الهلكة من أهل جهنم وهكذا ثلاثة أرباع الصراعات بهذا السبب والعياذ بالله لكن اليوم نحن نعيش في عالم يأخذنا نعم شهداء الحق القائمين بالقصد آمن اللهم آمن أخواني وأخواتي ما الحكاية أرض وسماوات ليل ونهار أزواج ذكور وإناث منام ويقظة ألسنة وألوان دنيا وآخرة أو عمارة وقيامة عمارة لهذا العالم وقيامة له بدء وإعادة خوف وطمع إلى آخر هذا السياق الجليل فما الحكاية الحكاية أن الكلمة المفتاح أن الكلمة المفتاح لهذا السياق الكريم الجليل هي الاختلاف والتنوع كآية بل كآيات دالات على الله تبارك وتعالى إن في ذلك لا آيات لا آيات لا آيات لا آيات ومن آياته أن تقوم السماء والأرض آيات هذا الحشد المترامي المتآزر من الدلائل الآيوية والدلائل الآيوية أيها الإخوة والأخوات على الله تبارك وتعالى تعمل في اتجاهين في اتجاه التدليل على الوجود الحق لا إله إلا هو لكن أيضا في اتجاه التدليل على صفات هذا الحق لا إله إلا هو هذه الصفات التي تنتزع وتستل ويستدل عليها بالتأمل وغلغلت النظر وإمعانه في موضوع الآية من آياته كذا وكذا كذا وكذا فهذه يدل على الصفة الكذائية من أوصافه لا إله إلا هو هذه طريقة القرآن في الاستدلاد طريقة عجيبة ومحكمة وقوية ومتينة وماضية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذه الدلائل الآيوية التي كلمتها المفتاح عنوانها الاختلاف والتنوع والتباين والتعدد تدل إخواني وأخواتي على أن الله تبارك وتعالى تجلى ويتجلى وقضى بأن يتجلى لعباده عبر ماذا عبر وحدته في ذاته وأسمائه وصفاته وعبر تعدد ما في زعيم واحد وفي زعيم الأوحد وثنية وثنية سياسية ما في مفكر وحيد أو أوحد وثنية فكرية وفلسفية ما في عالم ما في صالح ما في قائد ما في زعيم ما في ملهم ما في شيء واحد كله متعدد ومختلف ومتباين وكثير جدا في تعدده واختلافه وتبايناته الواحدية والأحدية لصاحبه